في برنامج السعودية نحرص أن نحن نعلي سقف التوعية في كتير من المواقف والأمور التي تهمنا وكلنا تغرينا العروض المخفضة ومرات نساق وراها من غير وعي وما قد سألنا أنفسنا قبل الشراع هل هذا العرض أو الإعلام من جهة مرخصة أو خلفها شبكة مجهولة فعلا زي ما شفنا في الآونة الأخيرة كثرة الإعلانات بعروض خيالية كان من ضمنها عرض وحدات أقارية بسعار مغرية وبطريقة غير نظامية كيف تحمي نفسك من الاحتيال وعقود الإيجار وكيف تتأكد من الجهة المعلنة إذا كانت مرخصة أو لا كل هذا يشاركنا فيه حول ضيفنا المحامي ماجد قروب أهلا وسهلا فيك أستاذ ماجد حيئة كلا أهلا وسهلا حييكي وصباح الخير عليك وعلى جميع مشاهدينكم الكرام يا أهلا وسهلا أستاذ ماجد يعني لكل معرض لهذا النوع من الاحتيال خصوصا الفترة الأخيرة يعني الكثير تعرض للعمليات احتيال مختلفة في تصنيفها لكن الطريقة وحدة وودنا لو نتكلم عن طرق أساليب الاحتيال الحالية اللي ممكن ما تكون واضحة قدام عيوننا بسم الله الرحمن الرحيم شوفي حقيقة هذا موضوع معقد اجتماعيا شوية دائما وأبدا البيع في ظهر الطماء فأي واحد يروج بضاعة في واحد يبغى البضاعة كلنا للأسف الشديد نبحث عن الربح السريع نبحث عن تحقيق أرباح بدون من فكر في إيش اللي سائر وخلونا نتذكر أنه ما احنا بعيدين في الزمن عن سوى ومساهمات البيض والدجاج والأراضي وكل الأنواع في الحقيقة فكان المدخل على المجتمع من كل البوابات ومن كل الطرق اليوم زاد عليها سهولة واقتناع الناس بالأسف الشديد بكل ما يطرح عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي وكأنه جهة موثوقة أنه جاني في الجوال فاليوم احنا كمان تعودنا على ممارسات كثيرة سلبية نعمل فيها شطار وشطارة وهي في الحقيقة كلها مخالفات وكلها غسيل أموال لأنه احنا يجب حقيقة أنا سعد بأنه البرنامج أساسه توعية المجتمع وثقافة الحقوقية والقانونية صحيح فمثلا معظم المجتمع بلاش أقول كل المجتمع يحب يروح يكلم السيدة اللي تشتغل في محل المشغل السيدات عشان تجيها من وراء صاحبة المحل ويكلم الحلاق علشان يجيله من وراء صاحب المحل ويكلم أي واحد حتى المدرس في المدرسة عشان يجيله ويعمل دروس خصوصية لأولاده من وراء ظهر المدرسة هذه كلها حقيقة ممارسات نشوفها ونعرفها ومتعودين عليها للأسف ونعتبرها أنه واقع اجتماعي عام وهذه كلها في الحقيقة مخالفات بل هي مساهمة في غسل الأموال وجرائم جنائية كمان إن صح التعبير والتوصيف فاليوم هذول الناس لما يجوا ينشروا أنه شقة كلنا نعرف أنه أقل شقة اليوم محترمة في الأماكن المحترمة زي اليوم مشاريع روشان مشاريع وغيرها وقلت روشان يعني ليس للتسويق ولكن لأنها شركة حكومية من البي اي اف تحدد معايير عامة للسوق سعر الشقة في المتوسط ما بين مليون ومتين إلى مليون وخمسمية إذا لما نجي ألاقي شقة بخمسمية ألف إياه شقة من إيش من ورق إتبنت من صلصال ولا بالأسمنت لأنه لازم نعرف أنه فيه حد أدنى لأي حاجة في أي مكان فلما نجي السعر هذا بخمسمية ألف تشتري شقة وبس أدفع خمسين ألف وتمتنالكها خلاص نتجنن ونروح نحول الفلوس ونطلع يعني هذا الأسلوب حقيقة اللي خلى كثير من المنتجات تنتشر ومن الإشاعات تنتشر وماشاء الله يعني حتى ما نقصر أنه نضحك علينا إحنا الوحدة نعتبر نفسنا كده يعني أنه أبو العريف ونوزع هذه الرسائل على أهلنا وقرائزنا عن سوء قصد أو عن سوء عمد وفي الأخير تنتشر هذه المسألة فحقيقة النصاب يحتاج يضحك على واحد والواحد هذا كفيل بنشر حيلة الجرمية على جميع أطياف المجتمع ممتاز طيب أستاذ ماجد خلينا نتكلم عن بعض الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي هذه اللي نعاني منها الآن في السناب شات في تويتر في تيك توك وبديهيا يعني يفترض أن الشخص لا يجري وراء هذه الإعلانات لأنه أكيد غالبا يكون فيها نصب كيف أنا أعرف كم استهلك أن هذه الجهة مرخصة سهل جدا سهل جدا يعني أنت اليوم سهل بالنسبة لي ولك يا أستاذ يمكن لكن في ناس يعني ما يعرفون الأساليب المعتمدة لي ما يعرفت إذا كانت مرخصة اليوم كل الجهات الحكومية أصبح عندها منصات وأصبح عندها أعمال وممارسات وكل من يمارس نشاط يجب أن يكون مرخص وإذا حتى يا سيدي إحنا المحامين هناك من ينتحل صفة المحامي أردت أن تتحقق أنه اللي بتكلم دا معاك محامي مرخص ورخصة سارة المفعول ضغطت زرار واحدة على وزارة العدل أو هيئة المحامين ستكتشف إذا كان ماجد قاروب مرخص أو ما هو مرخص فاليوم يمكن لأنه في موضوع العقار وبيع العقارات هذا حقيقة عندنا مشكلة أنه كان كل المجتمع تقريبا سماسرة العقار وكل واحد يسمسر على عمارة شقة بيت أرض اليوم أصبحت مقننة فمن نشاط كان يزاول تقريبا كل أطياف المجتمع إلى أنه نشاط لا يمارس إلا من هو مرخص تحت أعين هيئة العقار إذن هنا فيه زي ما تقول فجوة كيف ألحق وأستبق المعلومة هيئة العقار قد نقول أنها أدت واجبها في النشر والتوعية اليوم دور الإعلام وبرنامج زي هذا يسلط الضوء على قصة زي هذه شيء مهم جدا ولكن أنا أعتقد أنه هذه المسائل في حاجة حقيقة إلى تكثيف الرسائل التوعوية أنه عندما تريد أن تتعامل مع أي شخص أيًا ما كان عمله سواء كان في المحامة في الهندسة في المحاسبة في الاستشارات في السمسرة في البيع في البشرة تحقق من صحة قيامه بهذا العمل وفق صحيح النظام من التحقق من اسمه في الجهة التابع لها اليوم العقار وكل ما يتعلق بالعقار تحت هيئة العقار تستطيع أنك تتأكد أنه ماجد قاروب اللي بيدلل على هذه العمارة أو على هذه الشقة هل هو فعلا مرخص أو غير مرخص وإذا ببيع شيء على الخريطة هل هو مرخص لهذا العقار وهذا المبنى من وزارة التجارة أنه يقدر يبيع على الخريطة أو لا يقدر يبيع على الخريطة يعني حقيقة الوسائل المتاحة للتحقق كثيرة جدا ولكن إحنا من عيوب المجتمع أنه استسهلنا حاجات كثير في حياتنا ضرّت بينا في كل المجالات فنستسهل حتى الصدق أو الزكاة فإنه لما نشوف واحد في الشارع بالرغم من تحزيرات الجهات الأمنية ووزارة الداخلية بشكل دائم ومستمر لمكافحة تتسول ولا طعت أي واحد في الشارع وإذا شفته بلغ عنه ليس أبلغ عنه لا أروح أدي له فلوس يلاقي إمام المسجد يتكلم يقول من نوع التسول على باب المسجد يروح يعطي له هي بعد ما صلت جمعة استاذ ماجد إحنا اليوم نتكلم تكلمنا عن المستهلك تكلمنا عن العميل أنه قديش ممكن يوقعوا في هذا الفخ من الاحتيال خلينا نتكلم عن الوسطة العقاريين المرخصين اللي ماشيين على الأنظمة وعارفين عملهم الفئة هذه هي كيف تحمي نفسها من أنه يعني يلحقها الأثر من المحتالين والمتلاعبين لأن حدهم لازم يكون عندهم كمان الوعي أنه أنت كيف تتعامل مع العميل وش النقاط اللي أنت تثبت عليها عشان فعلا تكون على الوجه والشكل النظامي اللي ما تتضرر فيه هذه نقطة حقيقة أشكرك على طرح هذه الجزئية لأنه أصحاب كل مهنة يجب أن يدافعوا عن مهنتهم وأن يثقفوا المجتمع ويقولوا أنه إحنا الفقط المرخصين وبإمكانهم التعاون سويا كفريق مع من إنشاء جمعية تعاونية أو من التعاون مع الغرفة التجارية أو التعاون مع هيئة العقار نفسها علشان يثبتوا هذه العملية ويعرفوا أنه التنافس فيما بينهم شيء والتوحد فيما بينهم لحماية أنفسهم من الدخلاء على السوق لأن السمعة في الآخر ستنعكس عليهم هما يعني الشر سيخصهم بعدما يعم الضرر على الآخرين ويقولوا الوسطة 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 وبالتالي يكونوا منبوذين من المجتمع أتفق معاك نقطة جدا إيجابية ومهمة ويجب عليهم حقيقة في مختلف المناطق وعلى مستوى المناطق والمدن وعلى مستوى الوطن أنه يكون عندهم تجمع اتحاد مع هيئة المقاولين مع هيئة العقاريين مع هيئة المهندسين مع المؤسسات المجتمع المدني المهنية حتى يستطيعوا حقيقة أن يساهموا في توعية وتطقيف وحماية المجتمع من الكوارث الكبيرة التي تحدث في هذه العملية التي كلها في معظمها غش واحتيال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر